نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم عزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أخلاقنا والواقع نناقش في هذه الحلقة موضوعا أخلاقيا هاما يشغل بال الناس عامة والسوريين خاصة وهو موضوع الخير والشر لماذا خلق الله تعالى الشر والأشرار؟ وهل ما نعيشه اليوم هو خير أم شر؟ هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة مع فضيلة الدكتور حسن الخطاف دكتوراه في العقيدة الإسلامية ونايب عميد كلية الشريعة في جامعة حلب سابقا أهلا وسهلا بكم دكتور أهلا وسهلا يا مرحبا بداية ما هو الخير والشر؟ بسم الله الرحمن الرحيم أعوذر الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حقيقة موضوع الخير وموضوع الشر له علاقة بكل القيم وبكل الأخلاق وبكل الفلسفات وهذا الموضوع غاية في الأهمية ولا سيما في واقعنا اليوم فالخير هو ما تتصوره أنه يعني يعطي مردودا لكه المال خير بالنسبة لنا المال خير الأولاد خير المنصب خير بالمقابل عندنا المرض شار المصائب شار فمفهوم الخير إذن الخير هو الشيء الذي أنتفع منه سواء كان هذا الأمر في جسدي في مالي لأولادي لبيتي لجيراني فعندما أشعر بأن هذا الأمر فيه نفع لي وفيه فائدة لي فهذا خير وهذا محل اتفاق فالخير إذن ما يقدم لك من نفعه المال الجاه السلطان هذا خير الشر بالمقابل بموازيننا البشرية الشر المرض شار الرسوم في المدرسة شار الحروب شار فكل ما يؤذي في الجسد والبدن والمال والأهل هو شر نعم نحن نرى أحيانا أن هناك أمور تكون خيرا في حق أناس وشرا في حق أناس آخرين فما هو المعيار الذي نستطيع أن نميز من خلاله الخير من الشر أو العكس الأستاذ الفاضل هذه الثورة المباركة طيبة أنتجت كثيرا من الأخلاق وأنتجت كثيرا من القيم ومن الخير وحقيقة ومن الشر أيضا وهذا الأمر لا بد له من ضابط يعني لا ينبغي أن يترك الأمر هكذا عشوائيا لعنقول الناس ولو تذكرنا نماذج من ثورتنا يعني هذه التي أفرزت كما قلت يعني ممكن أن نسميها بالفاضحة بالمنتجابي لأنها كشفت عن أخلاق سواء أكانت هذه الأخلاق خيرة أم شريرة خذ مثال على ذلك ثم نأخذ ضابط أو معيار الآن يعني أنا من خلال حكمي ووجودي بهذه الثورة بعض الأخوة يسألون يعني يكون هو قد منع سابقا بقانون إداري على أنه يعني هذه القطعة هذا المكان لا يجوز له أن يبني فيه بعد أن قامت الثورة ماذا فعل؟ قام في البناء بل زيادة على هذا بعض الناس هكذا حتى في الأماكن التي خصصت للمساجد قاموا بالبناء ماذا قالوا؟ قالوا هذا يجر نفعل لنا والنظام يقول النظام ظالم إذن علينا أن نترك كل ما كان معه كل شيء جاء به النظام هذا في واقع الأمر لا بد له من معيار المعيار ما هو أخي؟ المعيار هو ما جاءت به الشريعة الإسلامية لمصلحة الإنسان لمصلحة الحيوان لمصلحة النبات ما طلبته الشريعة منا فهو خير وما نهت عنه الشريعة منا فهو شر إذن ليس المعيار هو العقول يعني هناك مدارس أخي كما تعلم أنت حتى في الفلسفة القديمة هذه المدارس تقول المعيار هو الإنسان النفع عندما أكون صاحب منصب عندما أكون صاحب مال فأنا عندي خير أيا كان هذا حتى لو كان هذا ما حصلت عليه هكذا ذبحا للآخرين فهو خير بالنسبة لهم لكن الشرع الإسلامي والشريعة الإسلامية ضبطت لنا هذا المفهوم ما جاءت به الشريعة فهو خير وإن كان ظاهره الشر أحيانا بعض المسائل قد تكون ظاهرها شر والشر ما نهت عنه الشريعة الإسلامية وإن كان ظاهره خير لو تعطينا مثال على موضوع أن أمر قد يصيبنا وهو الشر يعني ظاهره الشر ولكن هو خير لو تعطينا مثال من أرض الواقع أخي الإنسان مثلا قضية المصائب التي تصيب الإنسان هذه الثورة التي أصابت كل السوريين فلو أخذنا مثال حتى لا نشتت الفكرة قضية المصائب المصائب بحد ذاتها لها جانب خير وهو أنها تسقط هذه الدرجات تذكر الإنسان تربطه بربه ممكن عندك تجارة أخي أنت أنت متاجر أصبت بخسارة لكن هذه الخسارة أنت أنظر إليها من جانب آخر أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الخير في الأصل أخي الكمال لله هو صاحب الخير والخير منه وهو الذي منحك هذا الرزق وكان بالإمكان أن لا تعطى هذا الرزق إذن أين الخير في ذهاب المال؟ الخير في ذهاب المال هذا ممكن أن يربطك يربطك بالله اسمع إلى قول الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض فبعض الناس يتصورون أن المال عندما يعطى من المال إذن هو دلال على محبة الله لا ربما المال دلال على أن الله سبحانه وتعالى يرد بك الشر إذن الخير في منظوري أنا الآن في منظوري عندما أمرض على أنه هذا شر طيب أنا يجب علي أن أتعالج وكذا لكن ما يدريني أن الله سبحانه وتعالى يريد مني أن أتقرب إليه من خلال هذه المصير يعني نحن لازم نستثمر هذه المصائب التي نعيشها في سبيل تقربنا من الله سبحانه وتعالى في واقع الأمر هذه الثورة التي حصلت وأنا أقول دائما مباركة لأنها ليست من صنع البشر أنا في تصوري أن هذه الثورة ليست من صنع البشر إذن كتب الله علينا هذا الأمر بناء على واقع وهو ما فعله المجرمون بنا فنحن دفاعا عن النفس دفاعا عن العراض قام السرون بهذا إذن ينبغي فعلا أن نستثمر هذا وأن ننظر إليه على أنه جانب خير وليس جانب شر لأن الله أخي مسألة هامة في غاية من الأهمية الله سبحانه وتعالى حكيم والحكيم لا يفعل العبث معاذ الله سبحانه وتعالى أن يفعل عبثا إذن علينا أن نستثمر كل ما حصل على أنه فيه جانب خير طيب أين هذا الخير؟ أخي هذا الخير كمان قلت أما كنا بعيدين عن الله؟ والله كنا كذلك أما كانت المعاصي تفعل ولا أحد يجرؤ؟ كنا كذلك أما كان بالإمكان لو بقيت هذه الفترة لسنوات متواصلة أن تذهب سوريا كلها هكذا إلى إيران يعني فكرا وسلوكا ومعتقدا؟ نعم هنا يأتينا سؤال يعني يقول بعض الناس أن هذه السورة هي من وجهة نظرنا خير ولكن قد يرها غير المسلمون على سبيل المثال أنها شر فهل هناك اختلاف المعايير بين المسلمين وغير المسلمين في مسألة الخير والشر؟ أخي أقول مرة أخرى وأركز أنه مفهوم الخير مفهوم الشر الخير ما جاءت به الشريعة الإسلامية وكلمة الشريعة هي الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما استنبط منهما ما جاءت به الشريعة الإسلامية وفق قواعد وفق فهم صحيح وليس وفق فهم عشوائي إذن الفهم الصحيح للشريعة الإسلامية هو الذي يفهمنا على أن هذا الأمر خير أو أن هذا الأمر شر أما غير المسلمين يعني مثلا الناس في أوروبا والناس في أمريكا والناس قد يكون في بلادنا ولكن غير المسلمين شلون بحسنوا بيحددوا مسألة الخير والشر حتى من ينتسب إلى المسلمين ظاهرا حتى من ينتسب إلى المسلمين يعني هل هم يميزون يعني الآن لو أخذنا مثال قبل أن نذهب إلى أوروبا خذ مثال يعني من ما يتصور على أننا يعني من دين واحد كيف نظر الشيعة الروافض كيف نظر إلى يعني لا أقول إلى الثورة بس كيف نظر إلى القرآن وإلى السنة وإلى هل نظرتهم هذه كانت نظرة أعطت مفهوما للخير لا لماذا لأنهم لم ينطلقوا من فهم صحيح ولم ينطلقوا من قواعد صحيحة التي هي إن سميناها إن هي أصول الفقه مهمة أصول الفقه التي هي عبارة عن قواعد تقوم بجمع هذه النصوص أخي بجمع هذه النصوص هي التي تعطي الفهم الصحيح إذن عند الشيعة ما في عندهم شيء اسمه أصول فقه أخي القضية الآن أنهم جعلوا جعلوا ثلثي القرآن مرتبطا بهم وجعلوا الظاهر جعلوه باطن نحن نذبح اليوم اليوم نحن نذبح من خلال ماذا من خلال بناء على فهم لهم إذن ليس هذا قضية التكفير أخي قضية التكفير التي يعني هي الكارثة الكبرى اليوم يعني على عالمين الإسلامي التي يذبح الثوار اليوم على أنهم على أنهم مرتدون وعلى أنهم من أين جاءت هذه؟ إذن هنا يديها السؤال والذي يحملها عفوا والذي يحملها منهم؟ يحملونها على أنها يعني على أنهم ببنات للدولة الإسلامية كيف نستطيع هنا أن نميز الصح أو الخير هو مع من؟ والشر الحقيقي بمفهومه من الذي يحاربه؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد الفاصل فاصل قصير ونعود أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين لنتابع الحديث عن مسألة التكفير دكتور وصلنا إلى مسألة التكفير وقضية الخير والشر فيها بالنسبة للتكفير هي أكبر مسألة حقيقة قضت مضاجع المسلمين وهي نشأت لها جذورها التاريخية كما تعلم يعني منذ الخوارج إلى الآن وربما وكل جيل قد ينتج جيلا أكثر تطويرا في قضية التكفير هذه المسألة العولجت بناء على فهم صحيح وفق القواعد التي ذكرناها لما وجدت تكفيرا للأسف يعني التكفير يحصل عادة من أين يحصل من خلال فهم سطحي لبعض النصوص يعني أن أجمد نظري عند نصوص معينة من غير النظر إلى نصوص أخرى وهذا ما فعله الخوارج الذي فعله الخوارج أنهم رأوا رأوا في سيدنا علي وفي غيري وفي أولئك على أنهم رفضوا على أنهم ما استجابوا لما يريده لله إن الحكم إلا لله عندما قال الله تعالى إن الحكم إلا لله هم فهموا على أن أي تحكيم في هذه المسألة فهو نوعا الخروج عن مراد الله سبحانه وتعالى إذن لكن الآن أخي قضية التكفير فرق كبير بين التكفير فيما سبق والتكفير في الأحلى يعني إلى الآن نرى نشوف ناس كثير صار فيها عندها نفور من مسألة التكفير يعني ناس كان فيها عندها شوية إيمان راحت هالإيمانيات بسبب الخوف الموضوع التكفير أو ما شابه ونشوف نحن هنا كثير الناس صار فيها عندها نفاق صار يربي لحية أو يتظهر بالإسلام خوفا مسألة التكفير فيعني ما هي الطريقة لمعالجة هذه المسألة أولا أخي احنا عندنا في الشريعة الإسلامية حتى يقبل العمل يحتاج إلى ركنين الركن الأول هو الإخلاص في هذا العمل لله أي عمل ما لم يكن فيه لله لا يقبل الأمر الثاني أن تكون صورته الظاهرية وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية الآن بالنسبة للخوارج ولمن جاء من بعدهم لا نشك أن الكثير منهم قد تكون عنده يعني من صدق النية لكن الإشكال أين هو؟ الإشكال في فهم الشرع فلو أخذنا نماذج ممكن أن نأخذ نماذج الآن أخي الآن يعني حتى السوريون يذبحون الآن على أنهم مرتدون جزء كبير منهم يذبحون على أنهم مرتدون لأنهم مثلا لأنهم يوالون مثلا هم يقولون أنتم توالون النظام طيب كيف نحن نوالي النظام؟ عند بعضهم عندما تأخذ راتبا من النظام فأنت موالي للنظام عندما تعمل في مشفى ترفع علم علم النظام في تصورهم أن هذا موالات للنظام قد بمجرد أني إنسان عبي مر من من مناطق النظام يذهب ليغضي حاجة أو يشوف حدا يقال عنه أن هذا مؤيد أو موالي أخي أنا والله أمر غريب أنا التقيت مع شخص يحفظ القرآن كاملا ويحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ثق تماما لم يفهم شيئا لا من القرآن ولا من السنة لماذا؟ لأنه هكذا فهمها وينزلها كما يريد يعني لو ذكرنا مثال الآن قضية الموالات نسمع كثيرا أنتم موالون كيف نحن موالون؟ عندما تشتغل أنت في محكمة عفوا عندما تشتغل مثلا في بلدية أو عندما تأخذ راتبا أو عندما تدرس وكذا فأنت موالي ثم يرتبون على هذا ماذا؟ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فَهُوَ إِذَا كَافِرُونَ إِذَا النتيجة ماذا؟ يعني بنية المسألة على مقدمة غالطة فالنتيجة ستكون غالطة وللأسف أخي والله ليست هذه الثورة بل منذ عشرات من السنوات عندما كانت تأتي الكتب إلينا في بلادنا ونسمى بأننا قبوريون وبأننا كذا والله كان ذاك تأسيسا لهذا الأمر يعني حتى الآن انظر إلى المواقع خذ مثال قضية ترك الصلاة إلى الآن كأن هذه المسألة لم تحل يا أخي انظروا إلى فقهائنا رحمهم الله وبرك الله فيهم أصحاب المذهب الفقهية الأربعة كثير من المواقع الآن لا يذكرون إلا الرأي الذي يناسبهم وهي رواية والعلى هو الساد في مذهب الإمام أحمد عند قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبين هم الصلاة فمن تركها فقد كفر انظر أخي هذا نص أن نجمد أنفسنا عند فهم معين للنص هذا يولد ماذا يولد تكفيرا طيب ماذا قالوا اقرأ في المواقع في كثير من المواقع يقتل كافر يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم لماذا لم يأخذ به جمهور الفقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة ورواية عن الإمام أحمد لم يكفروهما لم يكن مستحلا لها أو مستخفا بها طيب أولئك الذين اليوم ينشرون في المواقع والذين ولدوا وأنتجوا هذا الفكر لماذا لم يذكروا هذه الحيثيات لماذا لم يذكروا هذه التفاصيل هذا الإمام النووي وبن حجر عسقلاني وغيرهم وهؤلاء ماذا دائما يقولون هذه النصوص فهم أهل السنة لها مختلف عن فهم غيرهم كيف يقولون عندنا قاعدة عامة قول الله تعالى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَيُّ شَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ إذن هنا نحن هنا توجهين توجه الشيعة اللي فسروا القرآن على حسب يعني مصالحهم الشخصية وحسب ما يريدونه وتوجه الناس الخوارج العصر إذا فينا نسميهم واللي أخذوا بظواهر الأمور وعن جهل وعن سطحية بشكل كامل الآن هذا الكلام صحيح الآن يعني مفهوم الخير ومفهوم الشر الآن لو رجعنا إليه في سياق الخوارج وفي سياق الروافض يصبح واضحا فالخير والشر لم يصبح واضحا عند الخوارج لماذا؟ لماذا؟ لأنهم جمدوا أنفسهم عند نصوص معينة ولم يصبح الخير والشر واضحا عند الروافض لماذا؟ لأنه لم تبقى هناك نصوص القرآن فقط الصورة الظاهرية لكن ماذا يقولون؟ يؤولونه على أن له باطن كما يريدون إذن أين مفهوم الخير؟ لا لم يبقى مفهوم الخير إلا بما يناسب فكرهم ومذهبهم هنا قد يأتينا الشخص ويقول هل ناقشتم أصحاب الخوارج؟ يعني هذا مثلا هذا الرجل من فكر الخوارج وعنده فكر سطحي ظاهري هل أنتم ناقشتوا حتى يقتنع منكم ولا ما يقتنع؟ الحقيقة تمت مناقشة هؤلاء لكن لاحظناها السمة العامة عند الخوارج هي الطابع الجهل حقيقة يعني إن صحت التسمية يعني ليس عنده سعة أن يجلس معك ربع ساعة ونصف ساعة أصلا إن قلت له عن أصول الفقه وعن الفقه وعن اختلاف الفقه لا ممكن ينظر فقط في التاريخ عنده نماذج معينة من العلماء يقول قال فيها فلان كذا طيب قال فيها فلان كذا وأين الجمهور؟ طيب قال فيها فلان كذا وأين النصوص الأخرى؟ إذن الإشكال أخي ليست عند المناقشة أنت تناقش لكن الإشكال هو يتصور هكذا على أن هذا الفعل هو الصحيح حقيقة ولا يخرج عنه نعم عودة إلى سؤال مهم جدا يعني يشغل بالك كثير من الناس كثير من الناس اللي يقولوا هالسورة خربت لنا بيوتنا هالسورة روحت لنا أملاكنا هالسورة ضيعت لنا مستقبلنا كنا على أيام النظام عايشين وسالمين وآمنين وغانمين فماذا ترد عليهم أو نوصل لهم رسالة في مسألة الخير والشر في أيامنا هذه؟ أخي أنا أقول كما قلت سابقا يعني هذه الثورة فرضت علينا فرضا ليست من صنعنا هي بتصوري أنا هي من صنع الله كنا نجلسا كذا في بيوتنا الأب لا يتكلم مع أولاده كما تعلم يقولون الحيطان الحيطان له الأدان صح؟ من كان يتصور يعني عندما قامت الثورة في تونس وفي ليبيا لا يخطر على البال من الذي دفع صبية صغار أن يفعلوا ما فعلوا أخيه؟ من الذي؟ إذن من حيث التأسيس هي لم تكن متطلبا لنا صراحة نتيجة الخوف ونتيجة الظلم ونتيجة معانيلة الآن خرج السوريون تمام؟ لكن ما الذي حصل؟ كيف واجهها أولئك؟ واجهها بالرصاص والدم وبالاغتصاب والاعتقال وما إلى ذلك أي خير في هذا؟ قد يقول قائل أخي أي خير في هذا؟ ودماء تنزف وعراض تنتهك ومساجد تدمر أنا أقول شيء أخي مفهوم الخير بالنسبة لي أنا أنا أمام شيء عندما يطلب الله مني هذا الشيء علي أن أفعله طبعا مع حساب النتائج وعندما ينهاني الله عن شيء علي أن أنتهي عنه أما ما يترتب عليه من نتائج طبعا بعد حساب لنا ربما تكون هناك نتائج غائبة عننا أخي هذا لا يعني على أننا بسطاء وسطحيون وأننا لم نقدر الأمور لا السوريون قدروا هذا الأمر وفرضت عليهم هذه المعركة لكن بالله عليكم من الذي كان من كان يدرين أن هذا النظام له هذا العمق ليس فقط عند إيران ولا عند روسيا عند العرب أخي انظر حتى عند العرب من أبناء عروبتنا ما كنا نتصور هذا كنا نقول هذا النظام هو في الأصل يحسب أنه معادي لإسرائيل وسيسقط في لحظات هكذا ومع هذا حسبها السوريون لكن فرضت يعني شخص يغتصب وشخص يقتل وشخص يدمر المساجد وشخص يشرب الخمرة فيها طيب أنا كواجب علي ماذا أفعل كجانب خير ها كجانب أخلاقي يجب علي الآن أنا كجانب أخلاقي أخي لو رأيت رجلا يغتصب امرأة أمامي كجانب أخلاقي علي شرعا علي أن أدافع طيب ممكن أموت نعم ممكن أموت ممكن أموت أخي نعم ممكن أموت لكن أنا الآن طفل خذ مثال يعني بعض الأخوة بعض الأخوة يخلطون بين النتائج يقولون النتائج من الثورة لم تكن مرضية كما نريد كما نريد لذلك الثورة ليست جيدة لا أنا أذكر مثال ألا أن طفل يريد أن يغرق أو رجل يريد أن يغرق في نهر أنت تسبح طيب خرجت طالع من النهر وإذا بك تموت أنت لا تدري أنت فعلت فعلا خيرا إذن النتائج نحسبها المصالح والمفاسد لكن علمها التفصيلي عند الله سبحانه وتعالى فالثورة فالثورة خير إن شاء الله إن شاء الله والله أنا أقول الثورة لو لم تكن كافية إلا لتعرية هؤلاء الروافض لكانت كافية لو هذه الثورة بعد عشر سنوات يمكن أن لا تكون هناك ثورة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم شكرا فضيل الدكتور على ما قدمت لنا نشكركم أعزائنا المشاهدين على حسن متابعتكم نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى دمتم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة